موسيقى بالنسبة للحالة الأولى هو الشاب موقوف منذ 2018 لكنه عنده ظروف صحية خاصة باعتباره يمتلك بتاقة إعاقة ذهنية القضية بتاعه قضية جنائية لكنها لم تفصل منذ 2018 إذن في إيقاف تحفظي متواصل رغم ظروفه الصحية المدهرة ورغم أنه مسؤوليته جنائية غير ثابتة وكان محكوم بالأعدام في الطور الأول وكان من المفروض أنه نهار 19 مارس سيقع البد في قضيته لدى محكومة الإستقنام وكان المفروض أيضا أنه يوم عاشه مارس عيد ميلاده وعمره 35 سنة لكن مع الأسف الظروف السجن الظروف الصعبة الظروف الصحية اللي قاعدة تدهور نظر الاكتفاذ وكل ما يحيط بالوضع في السجن خليت أنه يتوفى نتيجة المرض بتاعه وحسب عائلته نتيجة عدم إسعافه ووجود أهمالك بالنسبة للحالة الثانية هو كذلك كان في حالة احتفاظ هو الدكتور وكان في حالة احتفاظ وكان عنده مرض كذلك مزمن والموت بتاعه كان نتيجة حسب يقوله زملاء وعائلته كان نتيجة كذلك على عدم إسعافه وعدم القيام بالواجب والمناسب الطبية وهذا يأكد أنه ظروف السجن وعدم توفر الوسائل الطبية الضرورية فيها تؤدي إلى الموت وقت اللي السجن يكون فيه مثلا تونس في تودس المراجية ثم ستة الاف نزيل ستة الاف نزيل ما عندهمش بستوصف خاص بهم رأوا ستة الاف نزيل كان قرية وقرية يزم على الأقل فيها مستوصف إذا كما قلوش مستشفى رأوا إذا كان ثم سجين في حالة صحية مدهرة يلزم نقله من المراجية الشار نيكول ويلزم نقله في سارة إسعاف ومجهزة هذالك كله ما هوش متوفر يعني بالشكل المطلوب ولذلك انعدام وسائل إسعاف والإحاطة الطبية هي مش تأدي مباشرة إلى مثل هذه الحالات المؤسفة أول مطالب متاع المنظمات الحقوقية هو أنها تكون بقدرتها تقوم بزيارات الفوجئية هذه لكل أماكن الاحتجاز من مراكز الإيقاف إلى مراكز الاحتجاز لكن مع الأسف الشديد الصلط منذ 2011 لليوم ما هيش سامحة بالحق هذه إلا للرابط التمسيلي في حقوق الإنسان وللهيئة منهزة قاومة التعذيب المقايم التعذيب فقط وحتى الزيارات هذه ما هيش معناها محدودة في الزمان وفي المكان واللي همنا أحنا رغم اللي نتابع في بقى العدد من القضايا بتاع المسجولين اللي يتعرضوا للسوء المعاملة والتعذيب أنه ونطالبوا بفتح تحقيق إداري وجنائي وصحي وإلى آخره فإنه ما ناش قاعدين نشوفه في نتائج ذلك ولذلك ما يكفيش أنه موقع على انتفاقيات سواء على مستوى المحلي ولا على مستوى دولي من السلطة المهم أنه المنظمات يكون عندها أكسي نيبر بالحق وغير معلن كما يقولون الزيارات غير معلنة حقيقية مش استعرضية ومش مشهدية ومش في نتاق لا الوضع الإدارة في قفص الاتهام وغيره وإنما لمصلحة السجنات ولتحقيق كرمتهم والحفاظ على كرمتهم أحنا منذ فترة حكم بوركيبة وبن علي المشكلة الأساسية المعضلة الأساسية في بلادنا هي معضلة التعذيب أحنا نعتبر أن التعذيب هو وسيلة حكم وسيلة حكم لإخضاع الشعب التونسي ولحط من كرامة المواطن والمواطنة في تونس والتعذيب مرتبط بحاجة أخرى مرتبط بفلاية ملعقات ولذلك أحنا نعتبر أنه تواصل سوء المعاملة في مراكز الإيقاف في السجون تواصل التعذيب تواصل الأهمال التبي لأنه الأهمال التبي يراه الشكل من أشكال التعذيب إذا كانت تواصل الحالات هذه الكلة اللي تأدي بنا إلى وضعيات بتاع موت مسترابة فذلك السبب الأساسي بتاعها أن الفلاك من العقاب مازال متواصل إذا كان من ينفذ التعذيب ولا من يقوم بالإهمال التبي لا تقع محاسبته فأنه هو ظامن نفسه أنه بش يبقى بصفة عادية وأن الممارس هذهكة بش يتعود ولذلك أحنا اللي يطالبوا به دوما هو عدم الإفلاية من العقاب ومحاسبت كل من يكون مسؤول على سوء المعاملة على التعذيب على الإهمال محاسبته سواء كان هو أمر هو اللي اعطاه الأمر أو نفذ أو كان مشارك لأنه كذلك التغطية التغطية على التعذيب والتغطية على حالات الموت المسترابة هي مشاركة في جريمة التعذيب إحنا بصيفة خاصة بالنسبة للشاب اللي توفى ذايا يا عمر خاصة للثنين السنينية توفى بسجن ورقيم احنا كان طلبنا طلب أول وضروري وأساسي أنه الناس اللي عندهم إعاقات ذهنية رأوا القانون في تونس والقانون في العالم يمنع الحكم عنهم بالإعدام ويزموا عملته معاملة خاصة هذي كان مطلبنا الأول السيد هذي وطالبنا كذلك النظر لأنه ظرفه الصحي المدهور داخل السجن أنه يقع نقله إلى مستشفى وهذا ما تمشي اللي طلبوا به عموما أنه ظروف السجن وظروف الإيقافة تتحسن أنه سجن كما السجن من الرقيم فيه 6 ألاف نزيل يكون فيه وحدة صحية متكاملة على عين المكان مش يقع نقل السجناء على مسافة أبعيدة اللي نطلبوا به أنه ثم قواعد بتاع السجن قواعد هي قواعد لانسول مونديلا معروفة يعني الناس يكونوا في زلزانة عندها مساحة محددة الاكتذاذ اللي عام في السجون يتنح راهوا الاكتذاذ راهوا السجن المردقية ما هوش مناسب 6 ألاف راهوا أقل وهذا سجون تنسي لكل ولذلك أحنا وعموما كذلك نطالبوا بعقوبات بديلة راهوا ثم معناها ممارسات ممارسات لا ترقى إلى أنه إنسان يحطوه في السجن راهوا غير معقول في تونس في الفين واربعة وعشرين أنه إنسان يوقع موقوف أربعة سنين وخمس سنين حتى لين يتحاكم وما يوصلش للمحاكمة بتاعه ويموت في السجن هذه الأشياء اللي تربوا بها يعني تحسين ظروف السجن القضاء على الاكتذاذ عقوبات بديلة باش اللي يكون قام مخالفة بسيطة ما يقاش وضعه في السجن وإنما تقع عقوبته بأشكال أخرى اشتركوا في القناة